يقال ان الحرب على الارهاب مفتاح السر للدخول الى عالم النفوذ والاستثمار السياسي في برصة الارهاب الدولي حتى لو كانت النتيجة مزيدا من الارهاب والعنف وتجاوز القانون وتمزيق الكيانات الاعتبارية للدول ونحن نعلم ايضا والعالم كله يعلم ان الارهاب اداه من ادوات السياسة في اليمن بدت مسألة الحرب على الارهاب جزءا من مهام التحالف العربي العسكرية لانقاذ البلد من الاقتتال الطائفي الذي دشنته ميليشيا الحوثيين وحليفهم صالح بالانقلاب واشتياح المدن لكن مع مرور الوقت سرعان من حرفت البوصل بعيدا عن دعم مؤسسات الدولة اليمنية باتجاه بناء تشكيلات عسكرية تضم الاف الجنود عهد اليها مهام محاربة القاعدة وداعش احرزت هذه القوات التي اطلق عليها النخوة في حضر موت والحزام الامني في عدن والمحافظات المجاورة نجاحات محدودة في اطار مكافحة الارهاب تمثلت في القبض على مشتبهين بالارهاب وتنفيذ حملات مداهمة وترد عناصر ارهابية من بعض المناطق غير ان هذه الاجراءات بحسب مراقبين لا يزال يكتنفها الكثير من الغموض وقد لا تفضي بالضرورة الى هزيمة الارهاب على المدى المتوسط والبعيد خاصة في ظل التوظيف السياسي للحرب لتصفية خصوم سياسيين وغياب المحاكمات العادلة والتجاوزات التي طالت مدنيين وشخصيات معروفة باعتدالها انا اقول كلمة واحدة فقط الجنوب قادم ناهي كأن بعض قادة هذه التشكيلات الامنية التي شكلها التحالف متطرفة فكريا حيث تعتبر الانتخابات والتعددية السياسية والديمقراطية كفرا يستوجب الحرب عليه في ابريل 2016 اعلنت الامارات انطلاق عملية برية تشارك فيها قوات الجيش اليمني لطرد عناصر القاعدة من المكلة عاصمة محافظة حضراموت وفي وقت لاحق شنت قوات امريكية اماراتية مشتركة هجوما جويا وبريا على منطقة يكلة في رداع البيضاء في اطار عملية اطلق عليها اسود البحر اسفرت عن سقوط عشرات المدنيين بينهم اطفال ونساء وانتقدتها وسائل الاعلام الدولية ومجموعات حقوق الانسان ومع حلول العام الجاري اعلن في حضراموت انطلاق عملية الفيصل لمطاردة عناصر القاعدة في وادي المسيني باسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية في السياق نفسه استمرت الولايات المتحدة الامريكية في شن هجمات بطائرات دون طيار نجحت في قتل قيادات كبيرة في التنظيم لكن خبراء لجنة العقوبات الاممية لم يخفوا في اخر تقرير انتقادهم لهذه الهجمات لدورها في خلق ذراء علد الشباب للالتحاق بصفوف الجماعات المتشددة الى ذلك ادرجت الخزانة الامريكية وتبعتها عدد من دول التحالف عددا من الافراد والكيانات اليمنية في قوائم تمويل الارهاب طالت شخصيات محسوبة على حكومة شرعية واخرى ذات نشاط ديني واجتماعي فيما بات معظم الساسة الخليجيين واعلامهم الرسمي لا يتورعون عن توزيع تهم الارهاب على تنظيمات سياسية كانت جزءا من حركات التغيير في دول عربية عدة